سيدة رئيسة المقدس لك الحديث شكرا جزيلا بتأكيد أعتقد أن هذا رمز للشراكة اليوم ونحن تحدثنا كثيرا عن إنتاج اللقاحات في أفريقيا ولكن أعتقد أن الأمر قد وصل لمهو أبعد من ذلك هناك تكنولوجية جديدة تم تصميمها في أفريقيا وقادها أفريقيا ويملكها الأفريق وهذا بدعم فريق أوروبي ونحن أيضا مقتنعين جدا بالقدرة الموجودة التي شرحها السيد رمفوزة منذ اللحظة الأولى منذ أن بدأنا هذه المبادرة وبدون أي تردد وتم عمل فرق بالتعاون مع نظامة الصحة العالمية لإنشاء هذا المشروع هذا المركز لنقل التكنولوجيا لنقل التكنولوجيا نحن استثمرنا 40 مليون يورو من خلال الالتزام الخاص بفرنسا وبلجيكا وأيضا تم تخاص خضوات لمواجهة الجائحة وكخطوة أساسية للأمام بالنسبة للأفريقيا هو أن يكون هناك سيادة استراتيجية حين يتعلق الأمر باللقاحات اليوم كل اللقاحات الموجودة في أفريقيا هي بنسبة 1% فقط هو ما ينتج في أفريقيا وهدفنا في عام 2040 أن نصل لمستوى 60% من اللقاحات التي موجودة في أفريقيا أن تكون منتجة داخل أفريقيا وهنا أعتقد أنه من المهم كما قلت سيد سيرل أن نتعامل مع هذا النقل التكنولوجيا وملاكها وهي الشركات هذه النقطة التي تلوم عليها وأثناء حماية وهذا هو أمر الخاص بالملكة الفكرية ما طوره العلماء وهنا أعتقد أننا يمكن أن نجد الجسر ويجب أن نتأكد من أن التكنولوجيا يتم نقلها وعرضها بصورة كاملة ونعتقد أن منح التصريحات وضع حدود لمنح التصريحات يجب أن يتم إزالته وكما تحدثت عن مركز نقل التكنولوجيا أنا سمعت جيدا أن دكتور تادروس صديقي أن يكون هناك معلومات متاحة بشكل عام هذا ليس بالأمر الكافي يجب أن يكون لدينا أهداف مشتركة أعتقد أننا قادرون على إدارة وعلى خلق الإطار التنظيمي وهو أمر هام لجعل ذلك الأمر يحدث لمثل هذه السيادة الاستراتيجية لأفريقيا فيما يتعلق بتطوير اللقاحات داخل أفريقيا النقطة الأخرى هذه المركز وفروعه ونماذج والمختلفة وهي كلها معنية بالعلم والأمر معني بشكل كبير بالمهارات والوظائف عالية الجودة وكذلك البيئة التنظيمية لأفريقيا بشكل عام والآن الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال يعمل مع CDC والهيئة الأفريقية العلاجية بشكل متضامن وهذه منهجية جديدة نحو اتجاه جديد يتعلق بسيادة العلم وهذا يكون يمنح لأفريقيا قدرة كاملة وملكية كاملة لهذا العلم لذا أشكركم جميعا على هذا هذا مثال رائع على ما نعمله لتحقيق تضافر الجهود شكرا